السلام عليكم جعفر حلقة جديدة من بي اي توكي خمسة وعشرين في طور جديد في اللعبة اسمها ماي جي ام اللي هو انت تكون الجنرال منجر وتتحكم في اشياء كثيرة في الفريق وفق المتطلبات اللي يطلبها منك مالك الفريق وتقدر تغير في اسعار تذاكر تقدر سوي انتقالاتك تقدر تتكلم مع اللاعبين ومع الرئيس وتعطي الخطط ويعطوك الخطط اول شي راح تحتاج انك تختار الباك ستوري او قصة هذا الجنرال منجر يعني هل كان هو اكس بلاير يعني لاعب سابق او كان اكس سكوت يعني مستكشف الى لاعبين سابق او مثلا كابتلست يعني يعتمد اكثر على الاشياء المالية او كلوزر اللي يعني يعرف يضبط الصفقات فانت تحدد الكاركتر اللي تباها ما عليك من الشكل حق اللاعب حقه ولكن مو مشكلة وبناء على كل شي تختاره يكون في مميزات الك يعني مثلا من الستارتن بيرك اللي بتاخدها او ايضا شوف النجوم اللي ممكن تكون او قوة هذا الشخص فمثلا اذا كان لاعب سابق اكس بلاير فشوف يكون في افضلية الى مدرب الفريق الهجومي ومدرب الفريق الدفاعي لكن مثلا اذا كان كلوزر اللي هو يقدر يضبط الصفقات فشوف ان الشارمز حقي يعني كيف يقدر يقنع الجنرال منجر الثانيين في الصفقات اللي يبغاهم تكون اكثر ولكن الشات الثانية قلت وهنا بتشوف مثلا الامور المالية تكون عنده افضل اذا كان كابتلست فانا راح اختار انه كاركتري اللاعب حقي يكون مثلا كلوزر في يكون افضل في موضوع الصفقات فهنا ايضا عندي نقطتين اضافيتين اتروبيوت بوينت صبعا هذي راح الجمحهم كثر ما تواصل في المواسم او ايضا كثر ما انه بتضبط الاشياء اللي يبغوها منك مثلا المدرب او يبغاها منك مالك الفريق فانت تقدر تضبط هذه الاشياء فانا اقدر اقول مثلا انا ابغل ازيد الشارمز حقي اللي هو افكتز زي ما هو مكتوب تأثر على التريد والكونتراكت نيجوشيشن اذا تبغى تاخد لاعب الفري ايجنسي فانا مثلا هنا زلت النقطتين في هذا الشيء وايضا قبل لا ننسى فيه ايضا البركس البركس اللي هي اضافة او ميزة تكون الى هذا الشخص وطبعا كل ما زي ما نفس الشيء كل ما تلعب اكثر يفتح لكم ميزات اكثر وكل مميزات تفرق فمثلا اذا تبغى مميزة حق الكوتشنج فتختار واحد منها فمثلا shot doctor increase the shotting attribute by 3 فتزيد الاتروبيوت حق التسديدات بزاء الثلاثة وغيرها كثيرة الاتروبيوت اللي موجودة حسب كل شيء انت تبغى فنفسي حتى في الشارمز فيه شيء الى الكاركتر تقدر تضيفها بحيث انه في الصفقات مثلا يضبط الفريق طبعا مثلا فيه شيء البوبت ماستر مثلا ما تقدر لانه لازم توصل ليفل معين عشان تنفتح لك شوف عليها اكس اللي هي بتضبط اكثر في الصفقات اضيف الول كونكتد فان الجنرال مجنل الثانين يعطوك تريدز مفضلة اليك اكثر انا راح احط هذي الكولابوريترز اللي هي تخلي الجيمز الثانين يعني تساهلوا معاك في موضوع التريد والان كله عليك انك اختار فريق واضح انه منروح مع فريق سان انتونيو سبيرز عندهم بوتنشل يعني غير فيكتور يعني السبب الرئيسي انه عندهم صديقي الصدوق العزيز كروس بول معهم البدايات مع القفرنر القفرنر اللي هو مالك الفريق بيبدأ يقولك اه سعيد لرؤيتك انا اسعد عزيزي طبعا الحوارات اللي تشوفوها ما في حوارات تكون صوتية فقط هي مكتوبة وللأسف للأسف انه ما في ترجمة عربية لهذه الحوارات النصية مالك الفريق يقول انه بنربح بطولات وعندك عدة خيارات وكل خيار يفرق في الشيء اللي انت تقدر تسويه الخيار الاول مثلا خلاص ثلاث سنوات بنجيب ثلاث رطولات تبيع كلام في النهاية بس في اشياء مثلا مثل زي هذي شارمز فور فبتقولك انه احنا بنسوي لقيسي كبيرة وفي خيارات متعددة تقدر انت تختارها فانا قاعد يقول له خلان نتكلم اول شي عن الموضوع انت ايش تبغى بضبط فهو يقول له الان تويشي تشوف الفريق يعني البربس الان اللي عندنا فتقدر تختار عدة خيارات ايضا فتقدر تقول له مثلا نحتاج ايضا نتبغى نكون فريق بطولة لو سمحت لازم بنعد لك جري تاكس فبتدفع ضرائب لا هنت فقال اوكي شكله عنده كاش قال اوكي يعني اذا بتجيب لي لقب هذه السنة ما عندنا مشكلة خلصنا من الرئيس وطبعا هذا بمنا الفريق وبتشوف الشخص انك تحتاج تكلمه راح تحصل عليه هذا عالم تجيب في عندنا واحد على اليمين وعنده على يسار وهكو ومبي ايضا واقف بس خلينا نشوف مين هذا اول شي هذا الهيد اوف سكوت ايلدن ستيورت قاعد يقول في لاعب في الدفجين الثانية حق الجامعات ممكن يكون كويس يبغانا نركز عليه فانا قاعد يقول له الان انه اوكي ما عجبني الكلام حتى لو تقول انه هو لاعب موهوب بس كنا كله اصابات انا ما يعجبني هذا الموضوع وانا الرئيس هنا بوبا فيتش هلا هلا بالشايب مرحبا بوبا فيتش هذا المدرب حقنا الهيد كوتش طبعا زي ما تشوفوا انه في خيارات انا ما اقدر اضغط عليها انه ما عندي تشات بوينت يعني هذي تجمحها عن طريق بعد الاشياء اللي تسويها في اللعبة فالان مثلا في اربع خيارات بس انا ما اقدر اختار اللي يا الاول يا الاخير المدرب قاعد يقولنا في لاعبين كويسين في الدرافت القادم فيقول نبغى اتضبطنا بطاقة توب ثري لا انا ما بغى اتسوي درافت لا انا بغى اجيب بطولة هالسن طبعا بعد ما تكلمنا اول ما نشوف اعطونا نقطة نقدر نضيفها في الشيء اللي احنا نبغى سواء في التدريب او في غيرها فانا مثلا اقدر ابغى اطور في الشارمز حقي بالزيادة مثلا اوكي يلا اضيف هذه هنا هذا القائمة الرئيسية عندنا في عندنا جدول المباريات في عندنا الاوفارفيو اللي مثلا تقدر تشينج ستاف فانت هنا تقدر تغير الاسيستن جي ام مثلا هذا تقدر تطرده او تشوف مين الكندت اللي ممكن يكونوا موجودين لنك جيبه وعندك بجت المتبقية من الفلوس حقك هذا السنة زي ما نشوفه 245 الف فقط فممكن ما في شي راح يكون متاح بهذا السعر بس مع كل موسم بتفرق البجت وايضا لما ينتهي عقولهم فبتزيد البجت لعندك اللي تقدر تجيب واحد غيرهم طبعا تشكيلية انساسية حالية هي كرس بول باسيل وجونسون وجيرمي واكيد فيكتور هو اللي بنبني عليه ونشوف ايش نقدر نسوي هذه السنة نفس الشي تقرأت تعمل تريدات الى لاعبين غيرها وى ايضا بطاقاتك هذه الموجودة عندنا عنده انت بطاقات فنقدر ان نضبط الفريق هذه السنة شوي يعني حاول اجيب لاوري ماركين الى الفريق كاسم والفورورد ووووووووو نجح بطاقة درافت واحدة فقط يعني وتخلص صراحة من العقود انا ما كنت ابغاها في الفريق فخطتنا تقريباً بتصير الان بهذه الطريقة لاوري ماركن في السمول فورورد وعندك رسمون بنحتاج اننا نطور الان في الشوتينغار والان زالس حاول اجيب شوتينغار كويس ودرك وايت يسوي الاشياء اللي انت تحتاجها يكون صعبة يقبله ولكن خنشوف اذا بيوافقه او لا يقول لك يعني هو مهم عندنا بس تقدر تقنعنا زيادة هي اقدر رقنعك زيادة تبغى بطاقة البولز ما عندي مشكلة اخذها وافقا سلت كفو عليكم يسلت ورجعت لهم بطاقتهم بعد فا يستفيدوا منها الان في محاولة الى ان نجيب بورفورورد كويس زي جيدة بقى صعبة جدا اعتقل ان يوافقوا بس نحاول اياهم يقول لك لا مستحيل بس نشوف هل مستحيل او لا وبطاقة الهوكس ممتازة جدا فممكن خنشوف لو شلنا بطاقتنا اعطينا بطاقة الهوكس نرجع نعطيهم بطاقتنا تعل وعسى ان يكون شي يرضيهم انا متوقع انا مستعدعت حتى ثلاث بطاقات اه ثلاث بطاقات اه لا شوف يعني انا ما انا مطول هنا فبعطيكم بعد بطاقة السبيرز اه هذه ما اقدر اصرفها هذا افضل عرض انا اقدر اقاد ما اه لا ما يجي متماسكين باللاعب او للأسف كنت موقف التسجيل وسويت تريد اضافي الى ايفن موبلي بس صراحة حتى حسيت بالندم اول ما سويته لان كنت انا احاول اجيب جانين وليامز وبعدين نفس العرض اعطيتهم على ايفن موبلي بس حسيت اني زدت المبلغ اللي كاني دفعته الى ايفن موبلي لانه اربع بطاقات بس لعلها تكون خيرة طبعا هاد تشكيلتنا الان صارت كريس بولدير كويت لاوري ماركنن ايفن موبلي وفيكترو امبنيان في تشكيلة اساسية تشكيلة اساسية مرة كويسة نقدر نطور شوية في التشكيلة الاحتياطية يعني يكون في طاقات يمكن افضل في تشكيلة الاحتياطية بس تشكيلة اساسية يعني مو تشكيلة لقب بس تشكيلة كويسة جالس احاول اجيب بوينتغارد كويس احتياط بما ان بوينتغارد حقنا كريس بول كبير في العمر يعني يمكن يكون صعب الموافقة على شيء زي كذا بس ان ما عندي صراحة بطاقات جولة اولى بقعد احاول معاهم بطاقات جولة ثانية منعطيهم خمس بطاقات ما رح يوافقه متوقع هذا الشيء الان محاولة على كوبي وايت افضل شوي يعني نفس المبلغ تقريبا بس افضل شوي يعني نحس ان لا يبغوا اكثر يلا خذ ثلاث بطاقتين ايضا جولة ثانية يلا ولا تزعلوا خذوا بعد واحدة بطاقة جولة ثانية ولا تزعلوا جيبوا كوبي وايت عرف ان ستيفان كاسيل ممكن يكون لاعب كويس بس نازري الحال هي نوكي وعنده عقد كويس اعتقد انه خيار جيد لو يوافقوا لنا عليه اعطونا كونتر اوفر يبغوا كريس بول لا يا حبيبي شوف كل شيء ولا كريس بول تبغى بطاقات جولة ثانية اما كريس بول لا اسمح لي اعطيك بطاقة اضافية كريس بول لا اعطيك بطاقة اضافية اخرى كريس بول لا اوكي افضل ان اços اخر عرض هذا اقدر اعطيه مياه خمس بطاقات جولة ثانية مصممين على كريس بول ما اقدر اعطيكيم كريس بول يا جماعة اسمحوني المحاولة الخيرة الى نازري د capitاني ما ده افعت كثير صراحة او لا ولكن حسيت ان الفريق كذا بيكون أفضل يعني هل أنا أفضل جي أم لا ولكن هكذا تشكيلتنا وصار عندنا نازريد وعندنا طبعاً كوبي ويت احتياط مع نازريد وحتى جو أنجلز أنا نقرار نستفيد منه شوي يلعب المدرب يضبط الموضوع أول مباراة ضد دالس مافريكس وهي اللي بإذن الله بتكون أول انتصار لنا في الونس خسرنا أوكي الخسارة ما هي نهاية العالم أنت تلعب ضد لاعب مثل لوكا دونش يسجد عليك تسعة واربعين نقطة تسعة ريبونت تسعة أسست ما بتقول شي مين أبدأ عندنا فيكتر عشرة سبعة فقط ثلاثة من عشرين فيكتر كيف منفوز مباراة وفيكتر كذا ضد الروكتس ما يصير نخسر من فريقين تكسس أوكي شوف الأنفوز فيكتر إيه ثلاثين سبعة ثلاثة أنا أبغى غير ديفنسف ليرف ليرتنفس على الام في بي أوكي كذا الفريق عادي يقول له أوه الروكت باكتوباك معهم وضعنا في السلين فيكتر واحد ثلاثين مرة ثانية وضعنا كويس تحدي حقيقي أمام فريق أوكلاهوما سيتي ثندرة طبعا في شي تقدر تسوي اللي هو بلاير منترشب اللي هي تحط مرشد إلى اللاعب فمثلا عندك لعب زي فيكتر وان بنياما تجد تخصص إلى لاعب زي كريسبول أن يكون مرشد إلى والباجات اللي موجودة عند كريسبول تقدر تطور وتساعد في باجات فيكتر وان بنياما وترفعها لفل ومثلا الفلوت جيم اللي هي تسييدات الفلوت ما عند الباج عند فيكتر وان بنياما فهي برونز عند كريسبول فتقول له أوه علم عليها بعد شهرين كذا بيوصل أن يصر عنده الباج وأيضا مثلا إذا حطيت له دايمر بيصر عنده دايمر يحتاج دايمر عشان جعل يدابل تيم يعرفي باصي وأيضا حطيته للبيك دوجرز يعني أنه لما يصر عليك سكرين كيف تتحرك بشكل أسرع هو يكون صحيح تمركز أكثر تحسن له بس بيصدير له سكرينات وكذا فمن هنا بيكون أفضل إلى فتحط له منتر يضبطه وطبعا المعلومية تقدر تغير حتى في جدول الفريق يعني أنت تقدر تقول أو حتى يوم المباراة أنت تقدر تحط عليه سيشن أو تقدر مثلا هذا اليوم الفرايدي راح ما في مباراة تقدر تحط في مورنين وافتر نون ويفني تقدر تحص سينات تمارين وتختار إيش تبغى مثلا هذا أنواع التمارين كلها تقدر تتحددها ولكن في بالك كذا ما تحط تمارين مثلا بيحتاجوا راحة بين المبارات وكذا للريكافري فأوكي ممكن تطور تمارين بس لازم توزنها أيضا وتقدر بعد تروح لبعض اللاعبين وتقول أنت يلاعب الفلاني أنا أحتاجك مثلا تطور وبتشوف أنه اللود اللي عليه مثلا محطوط لو أنت تقدر ترفعه وتشوف أنه أوه الانجري رسك أوه هذا معرض ممكن للإصابة فخلني لا أضغط عليه أكثر أو أنه الفتنس حقه كيفه فأوه لا أحتاج أضغط عليه أو شيء زي كذا مثلا أنا أقدر روح لستيفن كاسويل وأقول أوكي أبغى أعلمه شوية سكيلز مثلا كتمارين هو شوتين جار بويند جار فأنا أقدر أعلمه على بعض الأشياء ويطلع لك الكيبابلتي حقا أنه يقدر يطبقها أو لا بهذه التمارين خلي يعني مثلا يتعلم شوي على البويند جار ويرفع الريتنج حقه مثلا خلاص وطبعا الآن يبين لك أن البجت اللي عندك صفر بس أنه تقدر تشيل مثلا إذا أنت تبغى تنقص البجت بتصرفها في شيء ثاني مثلا تقدر تقول أنا بقى نقص البجت من هنا أو الأموال اللي عندي من هنا وأقدر أحطها في شيء آخر مثلا في موضوع الرواتب أو كذا بس لا أكون حذر في هذه الأشياء لأنه يمكن تحتاج فلوس إلى الستاف يمكن تحتاج إلى الرواتب مثلا إذا تبغى تعدل لكجوري تاكس بزيارة وتبغى يسمح لك الريس فأنت تقدر تقول أوكي أنا بقى نقص قيمة المدربين اللي عندي بستة مليون وبأحطها هنا فيصير مسموح لأنه أدفع هذا المبلغ وأيضا شيء مهم تقدر ترفع أسعار تذاكر المباريات أسعار الباركينغ أسعار المبيعات اللي تنباع الأشياء اللي تنأكل وتنشرب تقدر ترفعها وتنزلها أنا بالنسبة لي مثلا أسعار تذاكر المباريات هي زي ما هي بس أنت تقدر تراقب الحضور لأنه يطلع لك خيار زي ما تشوف الفان انترست اللي هو اهتمام الجمهور بالفريق إذا كان 100% فريقي قاعر يفوز فتقدر ترفع التذاكر أكثر وبيظل بيطلع لك مداخل أكثر لأنه أنت مهتم لهذا الشيء سانتوني يبغوا لاعبنا وبيعطونا في نيكسانز يبغوا لاعبنا وبيعطونا بطاقة درافت صحي جولة ثانية بس أنه يعني أوكي ليش لا دعم أنتو تبغوا لاعب إحنا إحنا مافقين مافقين على عرضكم أوكي جيب اللاعب مو مشكلة السيف أو اللي هو حق الفاينانس وكذا قاعد يقول يبغى يتكلم معنا فجينا تفضل واضح من النظارة تفضل تفضل يقول أنه نبغى تتكلم فان نايت بروبوزل يعني شي نسوي إلى الجمهور تفضل يعني يبغى يسوي جائزة إلى حل الجمهور كجائزة على الحضور سح عن طريق السوشال ميديا ويكون مع الفريق بس أنه الوضع بيكون مكلف فأنت تقرر تقول أوكي تقرر تسويها أو أنت تقرر تقول لا ما عنا بجت ومن هذه الأشياء طبعا أنا حقيقة ما أعجب الوضع ولا أدري إذا أكلم عن ريس أو لها بس تدري ليش خسراني لس دوت ما ندافع شي من جيبي في النهاية فيكتور مرحبا ما عندك سوال في شي تبي تقول لنا فيكتور لا مافي طيب نروح نلعب هو أعطوني نقاط زيادة هذه المرة راح أضيفها في السبورت ميديسن يعني لسان تقلل إصابات اللاعبين بعد أول شهر بالدوري إحنا فقط في فارق مباراة واحنا عن دلس مافكت اللي فازوا علينا في المركز الثاني سجلنا خمسة عشر أربعة اللي هو يعتبر متعادل مع ثاني أفضل تسجل أيضا في الدوري طبعا وصلنا إلى نهاية الكاس بعد ما وفزنا في النص النهاية على الكليبارس وقبل كنا فيزين على دينفر نيكتس بعد ما صدرنا مجموعتنا راح نقابل بوستن سلتكس على نهاية كأس الان بي اي طبعا هذه تشكيلة الفريق اللي راح نلعب ضده لبوستن سلتكس طبعا نفس تشكيلاتهم ولكن بريتشر صار أساسي وجروه اللي صار شوتنجار لأنه أخذنا من عندهم ديريك وايت ربع أول عطونا 45 نقطة في الربع الأول جلدونا جلد السلتكس 45 نقطة في الربع الأول الربع الثاني أيضا فازوا فيه هل من عودة الربع ثالث كنا فيه كويسين بس الربع الأخير فرق تسع نقاط فرق خمس نقاط يعني قربنا شوي بس إنه هل من ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الان.. تكفى تكفى.. ضيع الثانية.. جايسن تاتم فان الما انا ؟ آه اوكي كريس بول تعال عزيزيك رسول اللعب صار بطيء ما أدري ليش بس أنه دير كويت عطني سكرين ثاني يا الله إيرلي لا أوكي فازو السلتيكس المدرب طبعا يقول أنه يبغي يدرب اللاعبين بشكل أكثر ويضغطهم بشكل أكثر يعني يقول لك أنه ما يقعد يحسون أنه يتمرنا بشكل كافي 42 مباراة انقضت من دوري يعني نصف الدوري انقضى وإحنا سجننا 34 و 8 يعني سجننا متاز جدا متعادلين أوه دالس والله مبدعين متعادلين المركز الأول مع دالس مافريكس المباراة النجوم اللي فاز فيها فريق القسم الغربي لعب فيكتور بس كان لعب احتياطه فقط لعب ثمان دقائق في المباراة بس أهم شي لاعبنا دخل المباراة كل النجوم طبعا محبة اللاعبين إلي شوف كريس بول مئة بالمئة هو الأكثر أقال لك صديقي الصدوق العزيز كريس بول يعني مبسوط جدا من الفريق مبسوط جدا بالأشياء اللي أنا سويها ديرك وايد أوكي لوري ماركن ما أدري يعني جبتك لعبتك أساسي وعطيتك ويش تبغي أفضل من كذا فيكتور آه شو فيكتور محترم نازريد بس يعني أنا مستغرب من لوري ماركنن مع أنه يعني سيم سيم جامعة أنا انت احنا في نفس الجامعة كنا أوكي هذول الجي ليك المدرب يعني نص ونص الهيد سكوت مو عاجب إنه وضعي أوكي أنا همني النتائج في آخر فترة قبنا أخسرنا كامبارة بس آخر أسبوع أربع انتصارات ننهيبها الموسم لوكا اللي أرقامة ربل دبل هو جاب الامفي بي أرقامة أولمست ربل دبل فيكتور ديفنسي فليير آف دي يير فيكتور وان بنياما جوي الكلتش غريك بوفيتش أفضل مدرب في الدوري بركور 68-14 جعفر سميث أفضل جي أم في الدوري بعد الصفقات والتمييز اللي سواها تسكيلة الفريق الأول فيها لوكا شاي يوكتش مبيد ويانس تسكيلة الفريق الثاني فيها فيكتور وان بنياما تسكيلة دفاعية فيكتور أفضل لعب مدافع فأكيد بيكون في أول لعب تسكيلة الفريق الدفاعية من ناحية النقاط المصدرين شيء من ناحية الريبوند رودي جوبيرت من ناحية الأسست هو تاريس هاليبرتون لستيل شيء ترتيب طبعا إحنا الأفضل فريق لنوصل نهائي بيكون وضعنا إلينا أفضلية الأرض الدور الأول راح نقابل فينيكس طبعا هذه تشكيلة فريق فينيكس نفسها ما تغيرت الباراة الأولى فازو فينيكس لا ما نطلع من الدور الأول يا جماعة الباراة الثانية لازم نعوض واحد واحد خسرنا الباراة الثالثة هذه الباراة مهمة ما نبغى نكون صراحة ثلاثة واحد اثنين اثنين الباراة الثالثة في زناها أيضا يلا ننهي 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 ما راح نقعب سببا أهم شي راح نقابل من ستة تومبر وولفز في نصف نهائي القسم نفوز على هذا الفريق مباراة أولى انتصرنا مباراة الثانية انتصرنا مباراة ثالثة آه فازو مباراة رابعة لا لا نتعادل اي 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 لا نتعادل لا نتعادل أربعة واحد ونوصل إلى نهائي القسم راح نقابل أكلهوما سيتي ثندر في نهائي القسم مباراة الأولى فوز فوز حلو مباراة الثانية أيضا فوز بعطني للسويب بعطني للسويب بعطني للسويب وفكتروان بنياما أفضل لاعب في نهائي القسم وأيضا تاريس هاليبرتون انديانا بيسرز أفضل لاعب في نهائي القسم الشرقي أعتقد إنه مفروض اننفوز بهذا السلسلة أوكي في النهاي واحد officنا نباراة الأولى مباراة الثاني الاثنين صفر المباراة ثالثة ثلاثة صفر بإذن الله نشوف التتويج يعجوا يا شواف المباراة هدوا معاي شوي رجعنا 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 لكن ما مدίναιة ثلاثة واحد يا جماعة إنتهت المباراة وانتونيو سبيرز بقيادة المحنك جعفر سميث في أول موسم يمسك الفريق عمل كذا تريد بنى على فيكتر وان بنياما وكروس بول أخيرا يحقق بطولته الأولى المميز الخلوق المبدع الصريق الصريق كروس بول يحقق الخاتم الأول إلى يتوج في البطولة وبعد البناء المميز اللي عمله فريق جعفر سميث الإدارة الآن مفروض تكون سعيدة فرحة الفريق يتوج ماركنن لا تعطو الكاس لا تلمسها انت لا تلمسها انت زعلان مني لا تلمسها فيكتر وان بنياما ياساطر يطول هو الام في بي للنهاية ياساطر يطول ما يطلع من الفريم مكسوس وجهة من الفريم اللعبة وهو الفاينال ام في بي ما قصر معانا وبكذا في أول موسم بس أول موسم قدرت أحقق البطولة عموما نوصل هنا لنهاية الحلقة يشراكم بهذا الحلقة يشراكم بهذا التجربة يشراكم بهذا المود إذا جربتم طبعا زي ما قلت يقدر تستمر إلى سنوات وسنوات ولو سويت أداء سيئ ممكن حتى الإدارة تطردك ولو حققت الأشياء الإيجابية زي ما سوينا أنه راح تستمر وتستمر وتقرى حتى يتنقل بين الفرق إذا تبغى حسب ما أعتقد عموما عطونا رايكي مكان في التعليقات لايك إذا أعجبك المقطع اشترك دائما مشترك فعلت النبيهات عشان نشوف الجيج أول أول وبس كالعارك سلام